سامح الشرقبي واحد من الذين اندفعوا للذوذي عن مدينة عدن بأرواحهم وشجاعتهم ودفعوا ثمن الحرية التي نتمفع بها اليوم نحن وعدن طالب جامعي لبى نداء الواجب الوطني للدفاع عن مدينته عدن اثناء تعرضها لاشتياح مسلح من قبل ميليشيا لانقلابيين خلال العام 2015 ميلادية كان الشاب سامح جميل الشرجبي اول الملتحقين بركب المقاومة الشعبية في عدن خلال الحرب الاخيرة واكثر المستبسرين في جبهة القتال متسلحا بحب الوطن كغيره من شباب مدينة عدن المتحقي بالمقاومة كانت شيء نوعا من الصدفة عندما حجم الحوثيين على محافظة عدن في البداية بعد ذلك قمنا خارقنا نحو الشباب من حينا قمنا نخرج نشوف الجماعة صحابنا يلافين وصلوا كانوا خارقوا بعدما المسائق تكبرت ونازلت بالقهاد فاول ما بدانا بالخروج نسبيا كان الامر صعب عليها لاننا كانوا للبيت اول حاجة يعني مش متعودين على هذا الشيء يعني خط البريغة هنا على طريق البريغة فقالوا الغيادة الحقنا هناك ومنهم أولاد مورينا انه بيسووا حزام امنع يربط مدينة البريغة بيكون حماية لمدينة البريغة هذا الحزام الامني اللي هو كان بيكون على حدود البريغة في بعد مدينة الرئيس هنا قبل منطقة الفارسي خارقنا وتقبلنا الامر وتقبل الأهل الموضوع يعني بشكل طبيعي يعني خصوصا بعد ما شدت الحرب على عدن وبعد ما قاموا أيضا أولاد غزاب اللي قصف على مدينة أو مديرية البريغة وقصفهم شركة مصافي عدن وقصفهم اللحياة السكنية يعني يسولك نوع من الفزع بين الأهالي في المدينة في المديرية فاتبتنا كانوا كل ما يزيدوا يقصبوهم كل ما نزيد نحن ثبات وإصرار في جبهتنا في الموقع حقنا اللي على الجهاز الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في ليلة رمضانية وقبل أيام من تحرير عدن كان سامح يصنع النصر مع زملائه المقاومين في جبهات القتال وما إن علم بهجوم مباغة لميليشيا لإنقلابيين على أحد مواقع المقاومة إلا وبادر مع مجموعة من الشباب بالتصدي له وكانت اللحظة التي غيرت مسار الحياة بالنسبة لسامح فهذا كل يوم أقلنا الطلب أن يروحوا هنا تعزيز هنا في جبهة بيرحمد ورحنا رابطنا هناك يوم في هجمها ذاك الوقت على المعسكر الوثلاثي اللي في بوه القنود المخلوعة على عبد الله صالح وقنود الحوثة في رمضان 19 رمضان كنا صايمين هجمنا وقموا معنا خيرة الشباب وشباب هناك يعني تشهدون ونحسبهم شهداء عند الله نصر البتول طه الصفر محمد جمال ولا ننسى أيضاً خاد رشاد وأيضاً هناك عسكريين ثلاثة أو أربع انطار من الذين استشهدوا معنا بالهجمة هم تبعنا تبعاً للوافض الحسن فأيضاً جرحة من جرحة من أصحابنا هذيك اليوم بسبب عشوائية القصف علينا يعني لما كنا نهجم كنا كشباب ما فيش معانا يعني خبرة استراتيجية بالحرب يعني كنا نقدم معاني على الهجمة قدام قدام يعني زي متغولي ما فيش أي تنظيم مسكري مننا ما فيش كانوا يقصبوا علينا بالقضاء في الهاون وقضاء في البيعشرة وقضاء في الكاتوشة للمواقع اللي نحنا نهجم في بها نحنا برضو أنه نحنا ماش كان خبرة في بنا أنه كنا ما نتفرقش العيال بيننا البين يعني كنا نقدم مع بعض خمسة مفار بعمفار يكون مع بعض أحد هذي القذاف اللي أجدتها قتلنا قضيفة هون أتعوّرنا ذاك الوقت الإصابة الحمد لله يعني ما فيش أي شعور بالألم بس هذا كل وقت يعني ممكن ثواني فقدان الغيبوبة ذاك الوقت صحين يعني بس كل واحد كان أصحابنا يتفرق كل وعد الليد اللي قنبوا يعني كنا مقدلين الحمد لله صاحين وكامل عقليتنا بس يعني من هول ما حدث كل واحد فتق الثاني يعني نقول الحمد لله كيف أنتو ذاك كل واحد فقد صحابه يعني الحمد لله أنه كنا في كامل عقليتنا وما كنا نشعر بأي ألم ولا كنا نشعر بأي إصابة لألم بالنسبة لي أنا كانت ذاك الوقت الإصابة في رقلي حاولت أننا أصحاب رقلي فعشت رقلي ما قدرت أصحابه لفغله فقالت أنه يمكن الحمد لله أن قدرت أصحاب رقلي في كسر رقلي الحمد لله كانت يعني ولا في إبه إلا زي القطع من داخل بس مع السوال ما بينت الآثار حقها فحاولت أصحاب ما قدرت فحاولت أصحاب بيدي أيضا ما قدرت أن يدي فحاولت هنا في شضيتين دخلوا بيدي فكسرة يديك ما قدرت حبك يديه السيد أنه يديت وقعنا قذيفة هاول لميليشيا الإنقلابيين سقطت على سامح ورفاقه المقاومين وأدت إلى كسر في يده وقطع شرايين رجله اليسرى اضطر الأطباء إلى بترها بعد يومين من تلقيه العلاج في مستشفى أطباء بلا حدود حملوا نحن لما فوقوا البابور الأسعاف الشاس وصعفوا نحن لما مستشفى أطباء بلا حدود فهمت من الوعي وكان القنبي أصحابي يعني الحمد لله اللي تعوروا كانوا معي ذاق الوقت حمد لله ما كانش فيهم حاجة كنا نهدر بيننا البين ورقلي كانت مقبسة وقالوا لي رقلك الشضاء قلهاوا أن فرقشات الوردة والشرايين بس إن شاء الله سوينا على حال إن شاء الله تستقيم ويدي قبسوا ذي كل يوم قلست مكناق يومين في المستشفى بعدين أقل قرح استرالي ذي كل يوم مع سهوة الدكتور اليمني الله عملوا الله اليوم وقال لي الدكتور اليمني صالح ذي كل يوم قال لي شوف القرح استرالي أقل أن الشرايين الوردة ما استقابتش وأن الرجل تحتاج إلى عملية بتر قلت له معادي أنا ما فيش حاجة يعني متقبل واضحة الدكتور دي كل يوم صالح قال لي ما شاء الله عليك أنت واحد يعني من الحالات الغريبة اللي قيت أكلمه كذا وأنا قيت أكلمك أنت استقبت الموضوع يرفض سامح الاستسلام للإعاقة التي يقول إنها لم تؤثر على نظرته للحياة لكنه في المقابل يتمنى أن تلتفت الحكومة قليلاً إلى الشباب مما انضحوا بأرواحهم وأنفسهم في سبيل الوطن الحكومة قلسنا قلسة واحدة أعتقد أنه هذي كل يوم الشباب عادوا بعد من أصحابنا يعني لما شافوا وقعنا وقهروا علينا قاموا تقفية من الزيت في الدكة بعد ما وصلوا لمرحلة قاهرة أن يشوفوا الناس مقدرين صحابنا والحكومة ما أحد مسوي لهم على بالهم ولا على هذا استضارنا هذي كل يوم عيدرو الزبيدي المحافظ في بيته فرحت أنا ونفرين معين من الليال فكان عيدرو الزبيدي كان معنا واضح إلى أبعد حدود يعني قال لنا نحنا يعني بالكلمة الواحدة قال أنا ما فيش معي صلاحيات أنه أوفر لكم طيران أنتوا قرحة وأنتوا بفضل الله ثم بفضلكم يعني قال تحررت عدن هو الوحيد اللي يعتقد أنه من المسائل اللي يعني اللفت لنا يعني وبادل نحنا الشعور يبقى وضع سامح وغيره ممن تجرعوا ثمن الحرية قصة تروي للأجيال حكاية التحرير ومعركة النصر في أسوأ حرب تدميرية واجهتها عدن سيظل سامح الشاب الطموح المقاوم لن تعجزه الإعاقة عن مجابهة الحياة بحلوها ومرها فبمساندة من يحبونه يستمر في العطاء ولأجلهم سيبقى مضحيا متفانيا في حب عدن والوطن كما تغلبت عدن على الميليشيا الإنقلابية تغلب الشاب سامح على جراحه ومضى في مشوار حياته لم تمنعه الإعاقة من مواصلة تعليمه الجامعي في كلية اللغات بجامعة عدن تخصص بيزنس إنجليش ليحتفل بعد عام ونصف من الحرب بالتخرج مع زملائه في دفعة الأمل والتحدي درست في كلية اللغات بسم بيزنس إنجليش إنجليش تقاري ودرست سنتين وفصل كانت عدن عادة ما بدأتش في الحرب بدأت الحرب بعدين توقفت الدراسة عندنا ووقفت الدراسة عندنا لفترة حق الحرب أول مكامات الحرب قالوا خلاص الآن الدراسة بترجع قالوا أننا حالتك ستثنائية وتعال الوقت اللي تقدر تقي المحاضرات المحاضرات اللي ما تقدرش تقيها أنت بتكون معا فيه فيه سامح جميل على عكازين تقدم الشاب سامح جميل وعلى وجهه ارتسمت ابتسامة الفرحة بالتخرج غير مبال بالإعاقة التي أصيب بها في السادس من يوليو الفين وخمسة عشر وخلال حفل التخرج خطف سامح الأضواء من بين كل زملائه الخرجين ووقف له الحاضرون تحية إجلال وإكبار وكأنه استحق وحده النصر بتضحية تجلت أمام الجميع أقدم نصيحة أول شيء لمنهم بالكراسي والمناصف أول شيء يشوفوا العيال اللي مقطعين أنا لا نسبياً قد أكون حفلة التخرج حقي سوالي يعني ضقة أعلامية يعني وبان بس في هناك عيال من أصحابي وفي هناك شباب مقطعين ما أحد داريب في عيال مقطعين لداتهم في عيال مقطعين سنتين يرقولهم ما أحد داريبهم ولا أحد لافت لهم أول شيء اللي بالكراسي دونا تذكروا أنكم بتحاسبوا أمام الله على الرأي حقكم يعني كلكم رأوا وكلكم مسؤولاً على الرأي ده